مع المنتخب الفرنسي بران إذن الشاب الفرنسي وهنا الهدف الأول نعم كريستيانو رونالدو يتخدم للريال بالهدف الأول والهدف الأول نعم عن طريق الجهة اليسرى ورأسية كريستيانو رونالدو مباشرة في مرمى بيلاند وبالتالي الريال يسجل الهدف الأول بواسطة كريستيانو رونالدو انسجام واضح وكبير وصريح ما بين اللاعب اللي جدد عقده واللي أصبح الآن يعني كريستيانو رونالدو لغاية 2015 مع الريال لكن لاحظ الهدف أتى نعم عن طريق الجهة اليسرى اللي تقدم فيه كالعادة مارسيلو ولعب القرى عالية مرت من الحارس المرمى بيلاند انتابع كريستيانو رونالدو وبالتالي يأتي بالهدف الأول الرأسية وحارس المرمى أعتقد يتحمل المسئولية والعمل يستمر ولكن دون تسجيل الهداف والله أنا ما أدري بس أعتقد كريم بنزيمو مرشع لقراج حلوى اللقطة حلوى اللقطة إلى دمارية تحولت يا الله كريستيانو رونالدو كمان مرة كريستيانو رونالدو كمان مرة يسجل الهدف الثاني لمصلحة الريال كان فيه الشوط الأول ويحدث أمام فيه الشوط الثاني بحث كثيرا الريال عن تسجيل الهدف الثاني الآن كريستيانو رونالدو مرة أخرى ينشل الفرح عند الأنصار والمشجعين وبالتالي في المباراة الثانية في دور الأفضال يسجل الهدف الشخصي الخامس ثلاثة في كوفنهاجن وهنا هدفين وهنا الهدف الثاني دي مارية النقل جميل جدا كانت من دي مارية إلى كريم بنزينة وبعد ذلك دي مارية شوف 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 حلوى حلوى من كريم بنزينة وصلت إلى دي مارية الرأسية سبعين دقيقة في سانتياغو برنيبيو وبغياب جارتفيل وبغياب شافي ألونزو وبتقدم دي مارية ودي مارية يسجل الهدف الثالث محاولات مستمرة وصبر كبير وعدم يأس من دي مارية في الشوط الأول وكذلك في الشوط الثاني صنع الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث وهذا ما ينتظره سيدان ما ينتظره كارلو أنشلوتي ما ينتظره فلورنتينو بيريز ما ينتظر اللاعبين والأنصار في مدريد أن الفوز يأتي مثلا وبثلاثة أهداف الحين عاد صار الثلاثة يمكني الهدف الرابع مرتين أخرى لمصلحة الريال الرابع الرابع أمامك نعم الرابع لدي مارية يتقدم ومسانس زيزو ومسانس كارلو أنشلوتي ودي مارية الرائع ودي مارية اللي يعمل كل شيء في مباراة اليوم يسجل الهدف الرابع لمصلحة الريال هي النتيجة اللي تنتظرها الجماهير هي الآن يعني أربعة أهداف في مارية اللي يعمل كل شيء في المباراة يصنع يسجل يتألق ويكون الأرجنتيني مع الأرجنتيني مع البرتغالي الأرجنتيني مع البرتغالي بالأهداف الأربعة لكن لحظ الحركة المتوقفة